بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفير عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرآن حولها وتنذر يوم الجمع لا أريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم متعدا واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحيي المنتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه تركلت وإليه أميب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليك الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء أهم الحين بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوثوا الكتابا بعد إنه لفي شك منه مريبا فلذلك فادعوا استقم كما أمنت ولا تتبع أخواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمنت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم والله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيبنا حجتهم داحرة على ربهم وعليهم غضب ولهم عذا شديد الله الذي أنزل الكتابا والحق والميزان وما يدريك لعلنا الساعة قريب يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمعون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرضق من يشاء وهو القبيل العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نبته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كلمة فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الماطن ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستذيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وبا أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشق يسكن الريح فيضل الراكل على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبثار ينشكون أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنمون كبائر الإثم والفواهش وإذا ما رضموهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الغور ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفيف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصر لهم من دون الله ومن يغلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أوسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أبقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إعجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر